السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام يقال أن المنتقم يرتكب نفس القطيئة التي ينتقم من أجلها وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع رئيس الشرطة الضابط نام وهو يراجع بيته وقبل ما يدخل لبيته بيتم الاعتداء عليه من قاتل وبيطعانه بالسكين فبيحاول الضابط نام يوصل لبيته علشان بنته اللي مستنياه ولما وصل لبنته هيجو كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة علشان يتوفى بين إيديها وتاني يوم من الجريمة بيروح الضابط دايونج بيت رئيسه وصديقه نام ومعه طرطة لعيد ميلاده لكنه بيتفاجئ بنام ميت بين إيدين بنته هيجو وبعد ثلاث شهور من الجريمة بيتم القبض على المجرم ومحاكمته لكن بيتحكم عليه بالسجن 15 سنة بس لأن الأدلة غير كافية للحكم عليه بالإعدام فبيتعصب دايونج من الحكم وبيمسك المجرم كيم وبيقوله أنه مش هيسيبه وغيفضل وراء لحد ما ياخد جزاؤه وبعد 15 سنة من يوم المحاكمة بيخرج كيم من السجن وبيلاقي دايونج مستني قدام السجن وبيقوله أنه هيرجعه السجن تاني مهما كلفه الأمر لأنه تحاسب على جريمة واحدة بس لكن في ست جرائم لسه ما تحاسبش عليهم وبيتديله الكرت بتاعه وبيقوله لو حبيت تكفر عن زنوبك كلمني وبيمشي فبيعرف كيم أنه هيواجه متعب كتير بسبب مطاردة دايونج ليه وبيرجع دايونج مكتب الشرطة وبياخد 10 دولار من كل شرطة موجود كراتب شهر الهيجو وبنروح لهيجو اللي بتشوف شخص بيدرب ميراتو وبتوقفه وبتقوله أنه ماينفعش يعامل ميراتو بالطريقة دي لكنه بيشتمها وبيقولها تمشي من قدامه فبتقوله أنه لو فضل يتعامل مع ميراتو بنفس الطريقة دي فهيموت قريب وبتسيبه وبتروح مكتب الشرطة وهناك بتشوف مدير المكتب ومعاه الضابط دايونج بيدوها مرتبها الشهري وبتشكرهم هيجو وبعدها بيطلب دايونج من اتنين من مساعدينه يرقبه كيم وبينزلوا يرقبه كيم فعلاً فبيسأل واحد فيهم التاني عن سبب سجن كيم فبيقوله أن الموضوع ده عد عليه 15 سنة وبيقوله أن كيم كان بيكسر إيد الضحية وبعدها بيخنقها أو بيضربها في رقابتها بسكينة بدقة كبيرة وده اللي عمله مع الرئيس نام وفي جريمة من جرائمه في حد بلغ عنه اسمه جونج وتحبس 15 سنة وبيوصلوا الفندق اللي موجود فيه كيم وهناك بتتم جريمتين قتل قدام الفندق من شخص مجهول ولما بتوصل الشرطة تاني يوم الصبح بيتهموا كيم لكنهم لما فرغوا الكاميرات بيعرفوا أن كيم ما خرجش من الفندق طول اليوم لكن دايونج بيصر أنه يقبض عليه وبياخدوا معاه مكتب الشرطة وبيتهموا بقتل الضحيتين لكن كيم بينكر وبيقوله أنه ما خرجش من الفندق اليوم كله وبيقوله يدور كويس علشان لما يقبض عليه ما يطلعش براءة زي آخر مرة وده بيعصب دايونج فبيضربه وبعدها بيطلب من مساعدينه ويطلقه صراحه وبعدها بيطلب دايونج من مساعدينه ملف الشخص اللي بلغ عن كيم في القضية اللي اتحبس فيها وبيعرف إن اسمه جونج وإنه كان عايش في نفس الملجأ اللي كان كيم عايش فيه فبيطلب من مساعدينه رأبوه وبيخرج كيم من مكتب الشرطة وفي طريقه بيخبط في هيجو فبتقع على الأرض وبيساعدها كيم علشان تقوم وبيقرأ اسمها من الـ ID بتاعها لكنه ما بيهتمش وبيسيبها وبيمشي وبترجع هيجو بيتها وبتقعد على سطح البيت وهي بتسمع موسيقى زي ما بتحب بتعمل دايماً لكنها بتشوف نفس الشخص اللي شافته قبل كده بيدرب مراته وبياخد منها فلوسها وبينزل ويسيبها لكن المرة دي لما بينزل من البيت بيلاقي هيجو مستنياه وبتقوله إنه خلاص ما عاد موته قرب فبيعنفها وبيقولها تبعد عن طريقه لكن هيجو بتقوله إنها تبعته للجحيم وبتضربه على دماغه لحد ما بيموت وتاني يوم بينزل كيم علشان يعمل رياضة في الشارع لكنه بيتفاجئ بداينج بيرقبه فبيروح يقوله إنه مرقبته لي مش هتوصله لحاجة لكن دايونج بيقوله إنه متأكد إنه هيقبض عليه في جريمة قتل قريب وبيقوله يمشي فبيكمل كيم في طريقه وفجأة بيشوف جريمة قتل وبيلاقي جثة على الأرض والناس ملمومة حواليها وبيكتشف إنها مقتولة بنفس الطريق اللي هو بيقتل بيها ولما بيبص حواليه بيشوف حد متخفي وبصسله فبيجري كيم وراه في الغابة وبعد مطاردة طويلة بيفشل إنه يمسكه وبالليل بيكون جنغ بيخطط إنه يقتل كيم وبيروح له الفندق وبيدخل قوضة كيم لكن كيم بيحس إنه فيه حد داخل القوضة فبيستخبى في الحمام ولما بيدخل جنغ الأوضة بيلاقيها فاضية وبيعرف إنه في الحمام وبمجرد ما بيحط إيده على أكرة الباب بيلاقي فيه سكينة اخترقت الباب ودخلت في إيده وسكينة تانية قريبة من وشه وفجأة بيخبط باب الأوضة وبيكون الضابة دايونج وبيدخل بيلاقي كيم خارج من الحمام وبيحس من نظرات كيم إنه فيه حد وراه فبيلف فجأة لكن بيكون جنغ هرب وما بيلاقيش حد موجود وبيتضح إن سبب العداء اللي بين كيم وجنغ واحدة اسمها منسو لإن كيم كان بيحبها لكنها كانت بتحب جنغ ولما فشل كيم في إنه يخليها تحبه قرر إنه يخطفها ويعتدي عليها وبعدها يقتلها ولما جنغ عرف ورد كيم في جريمة قتله وبلغ عنه علشان يتعدم لكن كيم ما تعدمشه وتحكم عليه بالحبس فقرر جنغ يستنى لما يخرج من السجن ويقتله بنفسه وقرر كيم إنه هينتقم من جنغ أول ما يخرج من السجن وتاني يوم بتروح هيجو تزور زوجة الشخص اللي قتلته وبيتضح إن الستة دي مامتها لكنها انفصلت عن باباها من زمان وتجاوزت من شخص تاني وعاشت هيجو مع باباها قبل ما يتم قتله ولما بتوصل هيجو البيت بترن الجرس لكن مفيش حد بيرد فبتفتح هيجو الباب وبتتفاجئ مامتها على الأرض وميتها وجنبها أزاي السم وفي إيدها صورة الهيجو وهي صغيرة وحواليها صور كتير لها فبتتصدم من المنظر اللي شافتها وبتقعد على الأرض جنب مامتها منهارة وبعدها بترجع هيجو بيتها وبتفضل تدور في الأدلة والملاحظات اللي قضت عمرها بتجمع فيها علشان توصلها لشخصية القاتل اللي قتل باباها وبعد تفكير كتير بتعرف إن جرائم القاتل اللي تمت في السنين اللي فاتت ومنهم جريمة قتل باباها بتدل على إن القاتل شخصين مش شخص واحد وإن واحد فيهم بيقتل ضحياته بتعنها والتاني بيشوه ضحياته وبعدها بيقتلها وبتروح هيجو وتشتري طوق كلب كبير وبتشتري عدد كبير من الأزايزة الفاضية وبتوديهم بيت جونغ وبتفرش بيهم أرضية البيت ولما بيرجع جونغ البيت بالليل بيحاول يفتح النور لكنه ما بيتفتحش ولما بيدخل البيت بيلاقي هيجو مستنياه فبيسألها انت مين لكنها ما بتردش عليه وبترمي سلك الكهرباء على الأرض فبتتكهرب الأرضية وبيقع جونغ على الأزايزة المكسورة فبيموت متشوه ودي نفس الطريقة اللي هو كان بيقتل بيها ضحاياه وبتاخد هيجو جثة جونغ وبتوديها الفندق اللي قاعد فيه كيم وبتحطها على السرير وبتغطيها ولما بيجي كيم ينام بيتفاجئ بالجثة في السرير ولما بيكشفه الشهب يعرف انه جونغ وفجأة بتهجم عليه هيجو من غير ما يشوفها وبتضربه في سكينة بجنبه وبتخليه يفقد القدر على الحركة وبعدها بتخنقه هيجو لحد ما بيفقد الوعي وبتبلغ هيجو الشرطة علشان يجو يمسكوا كيم متلبس بقتل جونغ وبتوصل الشرطة مكان الجريمة لكنهم بيلقوا كيم هرب ومش موجود في القودة غير جونغ فبيؤمر داينجو مساعدينه ودوروا على كيم في الفندق كله لأنه أثار الدم بتدل على أنه لسه موجود في الفندق وبتنجح الشرطة فعلاً في إنها تلاقيه لكنهم بيلقوا ضحايا موجودة معاه واللي اتنين فقدين الوعي وبتيجي الإسعاف تاخدهم وفي الطريق بيفوق كيم وبيضرب الدكتور فبيفقد الوعي لكن الضحايا الموجودة معاه بتشوفه فبيقرر يقتله عشان ما تبقاش شاهدة عليه وبعدها بيهرب وبتفتكر هيجو إن الموضوع انتهى وبتحس إنها أخيراً تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي كأي بنت في سنها ولكن سعادتها ما بتكملش لأنه بيظهر في مركز الشرطة تشخيص مصرح الجريمة واللي بيثبت إن كيم مش هو القاتل الحقيقي لأن بصماته مش موجودة على الجثة وبيكون كيم متخفي لأنه بيعرف إن الشرطة عملت مكافأة كبيرة للي هيعرف مكانه لكن كيم بيلاحظ إن كل جرائم حصلت في الوقت اللي كان مترائف فيه من الشرطة وده بيثبت إن مش هو القاتل فبيقرر يتصل بصحفي عشان ينشر الخبر ده ولما بينتشر الخبر وبيوصل لمدير مركز الشرطة بيتهم الضابط دايونج بالتأثير لأنه اتهم كيم بدون أي أدلة وحطهم في موقف محرج قدام كل الناس وبطلب منهم إنهم لازم يخلصوا القضية خلال أسبوع إن الشر مش ممكن ينتصر طالما الأشخاص الكويسين بيحاولوا لكن دايونج ما بيفهمش هي تقصد إيه وما بيهتمش وبعدها بيظهر كيم وبيحاول يعرف مين السبب في كل الجرائم اللي حصلت وبيفتكر الشخص اللي تقتل في الحديقة وبيحس إنه طرف خط مهم وبيروح يبحث عنه في مقهى للإنترنت وبيعرف كيم إن الشخص اللي تقتل في الحديقة يبقى الشخص اللي تجوز ذو جد الضابط نام وبيستنتج إن البنت اللي طعنته هي بنت الضابط نام وبسبب تدخينه بينزعج مدير المقهى وبيقوله إن التدخين ممنوع في المكان لكنه بيخاف من الطريقة اللي كيم تكلم بيها معاه وبيقرر يسيبه يعمل اللي هو عايزه وبعدها بيلاحظ إن ده نفس الشخص اللي الشرطة بتدور عليه وصوره في كل مكان فبيقرر يبلغ الشرطة وبيروح دايونج فعلاً للمكان اللي تبلغ إن فيه كيم وبياخد واحد من مساعدينه معاه لكنه لما بيدخل المكان ما بيلاقيش كيم موجود ولما بيدور عليه كويس بيكتشف إنه مستخبف قوضة لكن كيم بيخرج بسرعة وبيدفع دايونج وبيحاول يهرب وبعد قتال بينهم بينجح كيم إنه يهرب وبيخرج من المقهى لكنه بيلاقي مساعد دايونج موجود برا فبيهدده بالمسدس لكن كيم بيبقى أسرع منه وبيضربه بسكينة وبيدخلوا العربية وبيهرب بيها وبيدخل كيم مركز الشرطة بالعربية لإنها في الأصل عربية شرطة ومفيش حد بيوقفه على البوابة ولما بيدخل بيروح مكتب المعلومات وبيسأل عن الرئيس نام لكن الضابط الموجود بيقوله إنه جديد هنا وما سمعش عن الاسم ده قبل كده لكن بيلفت نظر الضابط إن اسم نام هو تاني اسم الهيجو وبيقول لكيم إنه أكيد يقصد جالبة الحظ وبيقول إن جالبة الحظ بتشتغل هنا لإنها بتجيب لهم الحظ وده بيساعدهم في حل الجرائم لكنه بيستغرب إن كيم ما يعرفهاش فبيقوله كيم إنه تنقل هنا قريب علشان كده ما يعرفهاش وبيطلب منه يكتبله عنوانها وبيروح كيم بيت هيجو وبيلاحظ إنه نفس البيت اللي قتل فيه باباها من أبتر من 15 سنة وبيرن الجرس ولكن فجأة المكان بيضلم وبتقدر هيجو إنها تطعانه في بطنه لكنه في نفس الوقت بيطعانها في دراعها فبتواجه هيجو وبتقوله إنها عارفة إنه هو اللي قتل باباها وبتقوله إنها كانت مستنية اليوم اللي هتشوفه فيه من 15 سنة وبتعرف الشرطة إن كيم عارف عنوان هيجو وبتروح كل القوى الأمنية بيتها وفي نفس الوقت بتكون هيجو بتحاول تهرب منه وفي أثناء مطردته ليها بيقدر يوقعها وبيقولها إنها تدفع تمن كل جرائمها ولكن بتقوله إنه هو كمان هيدفع التمن وبتطعانه في رجله وبتهرب منه تاني وبتكلم الشرطة وبتعرفهم مكانها وبتستمر محاولات كيم في إنه يمسك هيجو وبيمسكها فعلاً وبيحاول يغرقها لكنها بتنجح في إنها تهرب منه مرة تانية وبتستدرجه لحديقة الأطفال ولما بيوصل كيم الجنينة بيستغرب من اللي هيجو بتعمله فبتقوله هيجو إنه كان السبب في مقتل كل الضحايا اللي ماتوا بما فيهم هي وإنها النهاردة قدرت تخلص كل واجباتها المنزلية اللي كان والدها بيسألها عنها دايماً وبتشنق هيجو نفسها وبيتضح إن خطتها إنها تضاحب نفسها عشان يتقبض على كيم متلبس في مكان الجريمة وما يقدرش المراضي يهرب من العدالة وفعلاً بتيجي الشرطة وبيقبضوا على كيم وبيتحكم كيم على كل جرائمه اللي ارتكبها سواء زمان أو دلوقتي وبيتم إثبات التهم عليه وبتحكم عليه المحكمة بالإعدام وبكده بتكون العدالة أخدت مجراها وهنا بيفهم الضابط دايونج أخيراً معنى الكلام اللي هيجو قالته لما قالت إن الشر مش ممكن ينتصر طالما الأشخاص الكويسين بيحاولوا وبكده بينتيفل منه النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملاقصات HD فيلم